تيجي علينا بقى الأزمات المختلفة سواء زكاية أزماتنا الخاصة إحنا زي ما كنت بيقولك بأوضاع سياسية شديدة الضخامة تهز كيان اللي ما يتهزش وأظن إحنا شايفين حوالينا الدنيا ماشية كانت إزاي وفي نفس الوقت اللاقي جوائح وفيروسات زي الكورونا وزي ما كنت لسه بيقولك ولا الأزمة بتاعت أوكرانيا ثم مسألة شديدة صعوبة ده غير حربنا على الإرهاب المسألة إنه يعني الحمل شديد وتقيل لكن وزي ما هتشوف دلوقتي الرئيس هو بيقول مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو في العالم محدش هيقدر يلمسنا طول ما إحنا راجل واحد قلب واحد شايفين الهدف ورايحله خلونا نسمع الرئيس قال إيه ونرجع نكمل الكلام أنا بتابع يعني مواقع التواصل أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال كلمة حولها لكم ما بتتغيرش مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كل مهما كانت شوفوا طول ما إحنا على قلب رجل واحد ما حدش هيقدر يعمل معنا مهمة قوي أننا أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد عن نقطة دي معاكم في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقى قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة ربنا هو ربنا اسمعوا كلامي من فضلكم أنا عايز أقول لكم وكلكم الكلام دوت طبعا 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 وشعب مصر كله مش عمال مصر بس اسمعوا كلامي أنا أتكلم على أن مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي إحنا موجودين فيه طالما أننا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا فيه أي مشكلة ونقدر نعدي أي حال ده موضوع مهم أهلا